رد جريء جدا من باسم صمرة ضد تركي آل الشيخ تضامنا مع محمد صبحي وطبعا كلنا عارفين المشكلة او صارت الجدل اللي حصل مؤخرا ما بين الفنان المصري محمد صبحي بعد كلام المستشار تركي آل الشيخ عنه وصفه ليه بالمشخصاتي طبعا من ضمن الناس اللي طلعت دعمة الفنان محمد صبحي كان باسم صمرة وطلعت وكتب على الصفحة الشخصية بتاعته على الفيسبوك بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي وطبعا ضاف كلمة مشخصاتي علشان يوجه الكلام ده الخاص بتركي آل الشيخ ولكل اصدقائي المحبين اللي يشوف الودة اللي غلط في الاستاذ الكبير محمد صبحي يديله على افاة ولكل اصدقائي المعلمين انتوا عارفين هتعملوا ايه المعنى في بطن الشاعر طبعا الكلام ده اللي قاله الفنان باسم صمرة تضامنا مع النجم المصري محمد صبحي وطبعا محمد صبحي نشر على صفحته الشخصية وكتب رجل غني فقير جدا تضمن ما قيمة ان يكون الرجل غني بماله وفقير بقلمه واخلاقه اشفق على جاهل يتألم من جاهله وطبعا المنشور ده اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اساءة المستشار التركي آل الشيخ لمحمد صبحي ووصفه ليه بالمشخصاتي وطبعا حابين برضو نوجه رسالة لاشرف زاكي اللي طلع ودافع عن مونة زاكي علشان قلعت اللباس بتاعها في فيلم اصحاب ولا عز يعني انت ما تكلمتش ليه انت مش بتقول بنعرف ندافع عن فنانينا كويس ولا ده هو شوال الرز اللي انت بتاخد منه وقت ما تحتاج ولا عشان انت كنت هناك فمش قادر ترد والجلالة كانت واخداك انما لما الجمهور ينتقد مونة زاكي في فيلم اصحابه العز بسبب المشاهد الخدشة للحياء والاساءة للمجتمع المصري ودعمه للمسلية طلعت وقلت احنا بنعرف ندافع عن فنانينا كويس طب ما تطلع تدافع عن محمد صبحي ولا محمد صبحي مش قد المقام ده كان الخبر اللي معنا النهاردة بخصوص رد باسم صمرة على تركي قال الشيخ بعد ساته لمحمد صبحي ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا بوجودك في القناة انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته